السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليم ابتدائي الرائد كيف انتم وما كانت مننا انشاء الله تكون وقولكم بخير وعلا خير اذا يوم جديد ودرج جديد نأخذ المرجع في الرياضيات نسبة المستوى الثالث ابتدائي نأخذ صفحة رقم 42 اذا درجة اليوم عبارة عن تقنية الاعتية ديالي الطرح نرى سابقا مجموعة من التمارين اليوم سوف نرى كذلك تتم مديرا التمارين لتعلموا ان انا نقوم بالحساب بطريقة جهنية سريعة وصحيحة في نفس الوقت قبل ذلك نخلي لكم رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب او لا على الفيسبوك جيد جدا اذا نرى اول تمارين عندنا اليوم وخا جيد جدا اذا اضعوا وانجزوا بالنسبة للوضع ضروري اننا نوضع العدد اللول على اليمين يكون هو اللول ما يمكنش نقلبهم من قلبناهم ما يكونش الخارج صحيح وخا شوفوا معي تسعة والاف ومئة وستة وسبعون ناقص تسعمائة وتسعة وتمانون دائما الوحدات اسفل الوحدات العشرات اسفل العشرات المئات اسفل المئات والالاف اسفل الالاف ضروري جدا وما تنسوش حسن الاحتفاظ لان الاحتفاظ هو اللي كيدير بزاف دي المشاكين وكيخلي بزاف دي التلاميذ وتلميذات القعوب اخطاء دي الحساب كين ساوه وخا جيد اذا لاحظوا معي ستة ناقص تسعة لا يمكن استلف عشر من ثمانية ونحسب ستة عشر ناقص تسعة كم تساوي تساوي سبعة اكتبوا سبعة هنا لدينا سبعة ناقص تسعة لا يمكن استلف عشر من تسعة كذلك اذا سبعة عشر ناقص تسعة كم تساوي تمانية هنا لدينا كذلك لاحظوا معي واحد ناقص عشر لا يمكن استلف عشر من هنا اذا ارد السلف احدى عشر ناقص عشر تساوي واحد وتسعة ناقص واحد تساوي تمانية إذن الخارج هو 8187 هنا كذلك الوضع العملية دائماً نفس القضية الوحدة أسفل الوحدات والعشرات أسفل العشرات ونتمم إذن هنا لدينا 7 ناقص 8 لا يمكن أستلف 10 من 9 وأرد السلف 9 أتولي 10 ثم نحسب 17 ناقص 8 تساوي مدى 9 8 ناقص 10 لا يمكن أستلف 10 من هنا أتولي هنا 2 وهنا أتولي 18 18 ناقص 10 تساوي 8 2 ناقص 2 تساوي 0 9 ناقص 1 تساوي مدى 8 جيد نتمم أبحث عن الأرقام الناقصة 5 ناقص 2 تساوي مدى 3 إذن واحد العدد اللي غدي نقسمه 6 وغدي أعطني 1 1 تفاهمنا؟ إذن العدد هو مدى؟ 10 إذن 10 ناقص نحضوا معي أشحال 6 إذن هنا سوف نقسمه 0 وهنا سوف نقسمه 1 وهنا سوف نقسمه 4 5 ناقص 5 تساوي 0 4 ناقص 3 يساوي 1 2 ناقص 1 يساوي 1 9 ناقص 2 تساوي مدى 7 جيد شوفوا التماري الأخرى أحسب المجموع أو الفرق دون وضع العملية إذن لحظوا معي هنا لدينا 573 زائد 3000 إذن العدد هو 3573 3573 هنا الذين 4025 2000 2425 إذن 2000 400 هنا 400 25 25 وهنا 9655 إذن 5900 أو 6 55 إذن قلنا أن العدد هو 2425 وهنا الذين 59600 59600 هو العدد هنا الذين 8 ناقص 9 ماذا لا يمكن نستلف 10 18 ناقص 9 تساوي 9 إذن 8 ناقص 10 لا يمكن كذلك هنا نستلف إذن لازم أنكم توضعوا العملية عموديا وخ باشي خرج لكم العدد صحيح إذن العدد اللي خرج لكم هو 6 789 6 789 هنا 3037 3037 هو العدد اللي خرج لكم طريقة صحيحة وضعوا العملية عموديا جيد جدا نتمن ألاحظ ألاحظ عمليات الطرح التي أنجزها ثلاثة أطفال لحساب سن مخترئ التلفزيون ثم أحدد العملية الصحيحة بوضع علامة في القرص المناسب إذن هنا بالنسبة العملية سنحاول أننا نوضعوهم حاولوا أنكم نوضعوهم في ورقة أخرى أو في كتاب التسويد وحاولوا أنكم تحسبو العمليات مش صحاحة لله إذن مثلا 6 ناقص 8 4 ناقص 8 ما يمكن إذن لأننا لازم نزيد هنا عشرة إذن هذه العملية خطأ في حين أن العملية الأخرى هي خطأ إذن العملية صحيحة هي عملية هيبة وخ قموا بالوضع ديالها كذلك عموديا وحاولوا أنكم تقوموا بالحساب ديالها وإن شاء الله سيخرج لكم هذا العدد هو 58 وخ جيد جيدا إذن دزول 80 رقم 9 ولاحظوا المسافة التي قطعها كل حلزون ثم أحسبوا المسافة التي لازالت تفصل هما إذن لاحظوا معي هنا لدينا هذه مسافة من هنا إلى هنا دقتها هذا الحلزون وهذا 987 سنتيمتر بنسبة الحلزون الآخر 8179 سنتيمتر سنكتشف المسافة التي تفصل لهم لكي نكتشف المسافة ونضيف هذه المسافة ونحسب المجموعة من بعد واخر من بعد هذه المجموعة التي سنجد 1866 سنقص من 2500 وهو المسافة هذه المجموعة لطولها كامل واخر ونحسب ونحسب ونضع العملية عموديا ونحسب هنا مجموعة هذه المسافة في الجوج أعطنا 1866 من بعد المجموعة ونقص المجموعة الكبير في القطعة كاملة ونقص منه هذا المجموعة ونعطنا المجموعة لباقي خاص يضرب له 634 634 لقم بواد العملية عموديا ونحسب بطريقة عادية 0-6 لا يمكن استلف 10 من 6 ونحسب 10 ناقص 6 تساوي 4 هنا كذلك 0-7 لا يمكن استلف 10 10 ناقص 7 ساوي مادة 3 ونثبت العملية بنفس الطريقة جيد جدا نشوف 80 رقم 10 أكتب 8 بين رقمين من الأرقام العدد 697 بحيث أحصل على أكبر عدد ممكن من 4 أرقام أحصل بمجموع وفرق العددين القديم والجديد إذن هذا العدد هو 6987 ناقص 697 جيد هنا لدينا 6987 زائد 697 ونحسوب العملية كيف قلنا دائما بنسبة العملية تطرح العدد الأكبر في دهني والعدد الأصغر في دهني والأكبر في أصابيع وبنسبة العملية الجمع دائما العدد الأكبر في دهني والأصغر في أصابيع كذب مني أن ترسيلي مواضح نتلقى إن شاء الله في درس قديم وإلى اللقاء شكرا